السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الطالب وطالبات الله بالصف السلسل السنوي اهلا رحمة بكم مع مصر محمد علي وفيديو جديد فضل وانساء امر الاول مرة تابعنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى اصل لكل ما هو الجديد طلال الكرام اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة حل كتاب المثالي فرع علم الاجتماع ان شاء الله النهاردة معدنا مع الدرس التاني من الوحدة التانية وهو درس الثقافة وعلى عجالة كده وفي السريع يلا بينا كده شباب نروح للاسئلة وزي ما تعودنا جهز الورا وجهز الالم وانا عايزك تكتب لي كل تعليق انت شفته في الفيديو او كل مشكلة قابلتك في الفيديو اه سرعة الاسئلة بطل الاسئلة محتاج كلمات مفتاحية اكتر من كده كل ده انا معاك القناة دي يا جماعة ويشهد الله عز وجل ان هي تعملت بيكم وعشانكم وعم اتفشي تقول عليكم اصلا في كلام في الله بينا بسرعا نشوف موضوع الاسئلة ده شوف ايه التاكات الصغيرة وزي ما بنوح في كل فيديو اوعى تميل واوعى الايام تكسارك انت عندك حلم معين عايزة ووصله فخليك ورا حلمك ان شاء الله حلمك مش هيضيع ابدا طول ما انت واقف ورا حلمك وبتحاول توصله ان شاء الله تعالى يلا بينا الشباب نروح للاسئلة طلاب الكرام اهلا بيكم مرة تانية وارجعنا لبعض ومعانا الاسئلة يلا بينا كده ننطلق مباشرة مع الاسئلة ونشوف الاسئلة دي عايزة مننا ايه جهز الورقة والقلم بتاعتك ويلا بينا كده على السريع درس ثقافة شباب بقمن الدروس سهلة جدا واسئلته معروفة والسؤال بتاع السنة اللي فاتت جي في الامتحان وكان يعني الى حد ما في متناول الجميع ولكن عايز منك سن التركيز الصغيرة يلا بينا كده شباب نشوف السؤال الاول بيقول ايه يقول لي مجموعة من المعتقدات والاجراءات والمعارف والسلوكيات التي يكونها اي شخص ويكون لها تأثير قوي ومهم على سلوكه المعارف بتاعتك والمعتقدات بتاعتك والاجراءات والسلوكيات كل ده بينحصر تحت مسمى واحد اسمه مسمى السقافة ليه لان هي ذلك لكل المركب المعقد اللي بيشمل بقى التعليم والسلوكيات والاداب فهنا يا شباب ده اختصار او تعريف لمفهوم السقافة فانا كده في سؤال رقم واحد اخترت المفهوم السقافة ليه لان السؤال شامل ومركب في عادات وفي السلوكيات وفي معارف يبقى انا كده هختار مفهوم السقافة سؤال رقم اتنين يا شباب بيقول يقول بندورة الناس يتعلمون كويس من خلال التقليد ومراحزة نمازج القدوة انت بتعلم حاجة معينة لما بتقلت حد لما بتلاحظ حد ازا السقافة هنا بتكون عملية مكتسبة يا شباب ليه مكتسبة بيقولك عن طريق المراحزة عن طريق التقليد يبقى ليست فطرية ولكنها مكتسبة سؤال رقم اتنين انا كده اخترت ان هي مكتسبة دقل معاك ليه سؤال رقم ثلاثة المفروض سؤال رقم ثلاثة بيقول هي وسيلة تحسن من وضع الانسان حيث يستطيع مواكبة التغيرات الحاصلة في مجتمعه او بيئته عند تلبيت حاجاته الاساسية سؤال ده بيشير الى يا شباب بيشير الى مفهوم السقافة طيب تعال نقف مع بعض ونقول ليه مفهوم السقافة انت لما بتكون مصقف هتستطيع ان انت تواكب التغيرات اللي بتحصل في مجتمعك وهي وسيلة عشان تحسن من وضعك كانسان تبقى انسان مصقف ويخليك اصلا يبقى عندك نمازج التعامل مع الطبيعة او البيئة اللي انت فيها فهو هنا بيستخدم مفهوم السقافة يا شباب سؤال رقم ثلاثة سؤال رقم اربعة يقول علي الوردي الانسان يبحث عن تقدير المجتمع فان كان المجتمع يقدر رجال الدين هتلاقي المجتمع كله بقى رجال دين المجتمع بيقدر الفنانين هتلاقي المجتمع كله بقى فنانين فهنا نختار يا شباب ان الثقافة هي اللي بتحدد اسلوبك انت كمان الثقافة السائدة حواليك هي اللي بتحدد طبيعتك بتحدد اخلاقك شكل الملابس بتاعتك اهتماماتك اتجاهاتك القيم بتاعتك يبقى هنا نختار تحدد اسلوب الحياة ليه؟ هو بيقولك لما تكون الثقافة اللي انت فيها بتقدر رجال الدين هتلاقي المجتمع مليء برجال الدين يبقى كده الثقافة اللي بتحدد اسلوب الحياة ننتقل مع بعض ليه سؤال رقم خمسة بيقول هي إرث كيد بتكلم على الثقافة طبعا هي إرث اجتماعي بس احنا مهمتنا أو وظيفتنا نحن ناخد كلمات مفتحية ساعد هي إرث اجتماعي وصل إلى الأفراد من المجتمع آه عشان هي مكتسبة عشان المجتمع هو المسؤول عنها الذي ينتمون إليه والذي خلف أو خلف أساليب حياة الشعوب التي عاشت في ظل ذلك المجتمع إذن هنا بيتكلم عن مفهوم الثقافة يبقى سؤال رقم خمسة نختار مفهوم الثقافة سؤال رقم ستة بيقول تدعيم الكيان الاجتماعي والمساعدة على تماسكه أو المساعدة في تماسكه في حاجة في الثقافة بتدعم الكيان الاجتماع وبتخليه متماسكه وبتحافظ عليه بتديره طابع القومية وطابع الوحدة حاجة اسمها يا شباب العموميات وهي عمومية الثقافة عرفتها إزاي يا مستر لما تلاقي وحدة لما تلاقي قومية لما تلاقي شمولية بيحافظ على المجتمع بيتديره صبغة عامة أو صبغة موحدة يبقى اسمها عموميات الثقافة تعالى ننتقل ليه سؤال رقم سبعة بيقول هي المعلومات برضو أخذ وضع التعريف على فكرة هي المعلومات التي خزنها الشخص في كتبه أو حتى في ذاكرته المعلومات كلها اللي أنا خزنتها في الكتب عندي أو في الذاكرة عندي كل ده بسميه إيه محصلته بسميه بسميه طبعا ثقافة يبقى هنا هو إيه ستايل التعريف وداخل كده على طول ديريكت بيعرف لمفهوم الثقافة يبقى سؤال سبعة كان مفهوم الثقافة ننتقل ليه سؤال رقم تماني بيقول لي وسيلة تساعد الأفراد على تنظيم معتقداتهم هو إيه اللي بيساعدك كشخص أن أنت تتنظم معتقداتك طب بلاش كده وقيمهم إيه كأنت كشخص بيديك القيم بيديك المعارف وجميع الأشياء التي تعلموها في حياتهم فاكر تعريف اليونسكو للثقافة لما قالت إيه جميع معارف الإنسان عن الطبيعة وعن المجتمع طبعا بالزبط كده أنا بتكلم هنا عن مفهوم الثقافة لأن هي بتديك المعتقدات وهي بتديك القيم والمعارف وجميع الأشياء اللي أنت تعلمتها يبقى تمانيك أخطار مفهوم الثقافة وانتقل ليه سؤال رقم تسع تسع بيقول لي الأمور التقنية كالاتصالات والنقل والطاقة التي تتوفر في مجتمع ما والتي يؤدي توفرها أو عدمه إلى إحداث تغيرات مرغوبة أو غير مرغوبة في ثقافة أي مجتمع تشير العبارة إليه طبعا هنا كده مش واخد معنى العموميات ولا المتغيرات البديلة لأنه هو المتغيرات البديلة لازم تكون فيها تكنولوجيا أو لازم تكون فيها بمعنى أصح كده اختراعات أو ابتكارات أو شيء داخلي على المجتمع والثقافة غير المادية عايزة أفكار وعايزة لغة وعايزة قيم شيء غير ملموس يعني فالأقرب لها إذا كان ذكر لي فيه السؤال النقل والطاقة فأنا هختار الثقافة المادية لأنها القادرة على إحداث تغيير في المجتمع بشكل مباشر يبقى تسعة هنختار الثقافة المادية وإن كان السؤال لا يتصف بالدقة بشكل كبير جدا يا شباب دورنا أو وظيفتنا نقول أقرب الإجابات المتيحة حاليا انتقل معاك لسؤال رقم 10 سؤال رقم 10 بيقول العناصر السلوكية التي يمارسها الفرد خلال حياته عناصر السلوكية دي حاجة غير ملموسة فهنا أنا ممكن أختار الثقافة غير المادية لأنه قال لي حياة سلوكية أو أفكار معتقاضات والاتجاهات يبقى دي ثقافة غير مادية 11 بيقول الزواج من حيث الشكل والطريقة يعتبر من الزواج في بلد معين أو في مجتمع معين بيكون حاجة عموميات إبقى أنا هنا أختار 11 عموميات الثقافة وننتقل لسؤال رقم 12 ما يقوم به البعض من سلوكيات أو مهارات أو قدرات تعود بالفائدة على الجميع طيب ما يقوم به البعض زي الدكتور أو المهندس أو رجل المطافي أو رجل الشرطة البعض ده اسمها خصوصيات البعض بيقوم بوظيف معينة بتميزه ولكن الوظيف دي بتعود على المجتمع كله يبقى أنا هنا مش هجر ورا كلمة المجتمع كله واختاره عموميات ولكن اللي بيقوم به البعض دي حاجة تعتبر من الخصوصيات هنتقل ليه سؤال رقم 13 يقول هورقليتس الإنسان لا يستطيع النزول في النهري مرتين لأن المياه تتجدد باستمرار ده كناية يا شباب أو بتكلم كده عن سرعة التغير يبقى هنا الثقافة من خصائصها أن هي متغيرة سؤال رقم 14 بيقول العناصر الثقافية التي يمارسها أصحاب مهن معينة الناس اللي بتشتغل في مهن معينة ليهم زي موحد أو ليهم حاجات مشتركة خاصة بيهم أو لغة معينة خاصة بيهم هم يبقى أنا كده هاختار الخصوصيات هنتقل ليه سؤال رقم 15 يقول أحمد خالد توفيق ليست الثقافة دينا يوحد بين القلوب ويؤلفها بل هي على الأرجح تفرقها تفرقها يعني فيه اختلافات إذا كان فيه اختلافات يبقى أنا أختار متنوعة المضمون وإن كان السؤال ده شباب بيقول ليست الثقافة دينا يوحد بين القلوب ويؤلفها فالمفروض أن هنا أختار أنها يتعارض مع العموميات لأن العموميات وظيفتها بتوحد ما بين الشعوب ويه بتحسن بالانتماء ولكن هنا أنا أخذت على كلمة تفرقها أو مختلفة من مجتمع للتاني فهنا أختار متنوعة المضمون لأن ما فيش أي شيء في الاختراض بتكلم عن التفرق باستثناء متنوعة المضمون ننتقل ليه سؤال رقم 16 بيقول لي هي نظام نفس القصة واخد الدخلة بتاع التعريفات هي نظام متكامل يشتمل إحنا قلنا أن هي كل مركبة معقد على كل من المعرفة والفن والقانون والعيادة التقاليد والأخلاق طبعا وبشرطا دايس متعريف الثقافة أو مفهوم الثقافة ننتقل ليه سؤال رقم 17 بيقول ممارسة الأفراد للشعائر الدينية أو طريقة الملبس أو المأكل أو إقامة التقوص الدينية المختلفة في المناسبات العامة طبعا أنا هنا بتكلم على حاجة خاصة به العموميات أو منتشر في البلد كلها بس تعالي كده نشوف ممارسة الأفراد للشعائر الدينية أو طريقة الملبس أو المأكل أو إقامة التقوص الدينية المختلفة في المناسبات العامة طبعا أنا هنا هتكلم عن العموميات بس تعالي كده نختار عموميات مش هتلاقي عموميات خالص إذن أنا قدامي لو في مكونات هختار مكونات الثقافة ولكن هختار العموميات إذن هنا أنا هختار مش هينفع المفهوء مش هينفتنفع وظيفة ولكن هختار خصيات الثقافة أو أقرب حاجة لها نحن محتاجين عموميات في سؤال رقم 17 فهنختار دال 17 دال معزراتنا شباب سؤال رقم 17 بيقول ممارسة الأفراد للشعائر الدينية أو طريقة الملبس أو المعكلة أو إقامة الطقوس الدينية المختلفة في المناسبات العامة طبعا ده اسمه عموميات الثقافة ننتقل لسؤال رقم 18 اللغة هي أداة الثقافة اللغة هي أداة الثقافة ووعاؤها الفنون والآداب والعلوم وسائل أنواع المعارف التي ينتجها الإنسان طبعا هنا أنا تكلمت عن أشياء كلها غير مادية العلوم والفنون كل ده غير ملموس فأنا هنا هتكلم عن الثقافة غير المادية ننتقل لسؤال رقم 19 بيقول كل ما ينتجه الإنسان من مختارات حسية خلي بلك من كلمة حسية دي مهمة جدا مثل المساكن والشوارع والأسواق طبعا الثقافة هنا مادية ننتقل مع بعض لسؤال رقم 20 بيقول مجموعة من الأفكار التي تدور حول الحياة والاتجاهات العامة ومزار الحضارة طبعا مجموعة من الأفكار بيتكلم في كلامنا كله عن ذلك الكل والمركب والمعقد ألا وهي الثقافة طبعا سؤال 20 هاختار فيه مفهوم الثقافة هنتقل ليه سؤال رقم 21 بيقول إيجاد الميول والاهتمامات المشتركة بينهم وبين أفراد المجتمع طبعا أنا أتكلم كده عن العموميات لأن الثقافة فيها قسم اسمه العموميات ده بيدي الطابع العام للمجتمع والشعور بالوحدة والانتمام هنتقل ليه سؤال رقم 22 بيقول وجود عادات وقيم وطرق حياة يومية يمارسها جنس معين خلي بارك من كلمة جنس معين في مجتمع معين ولا يمارسها جنس آخر في نفس المجتمع دي اسمها خصوصيات يا شباب اسمها خصوصيات سؤال رقم 23 تكوين الطابع القومي لسه بكلمك من شوية عن القومية والعمومية والوحدة والانتماء طبعا المسؤول عنها هو العموميات يبقى سؤال رقم 23 أنا هختاره عموميات الثقافة عشان الطابع القومي أو الطابع العام هنتقل ليه سؤال رقم 24 بيقول إن الإنسان هو المخلوق الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي بمقدوره ابتقار أفكار طبعا بيحدد الإنسان أو بيخص الإنسان إذن الثقافة عملية إنسانية بامتياز أن هو الوحيد المتميز بيها أو هو الوحيد القادر على إنشاء الثقافة سؤال رقم 25 يقول عبد الكريم بكار لا ينظر العاقل إلى الأشياء بعيون مجردة وإنما عبر غشاء من الثقافة التي غذية عليها لو هو هنا بينفي أو بيقول إن كل واحدة هيشوف الثقافة من خلال المكان اللي هو فيه يبقى إذن هي متنوعة المضمون ولكن لو هو بيتكلم عن إنما عبر غشاء من الثقافة التي غذية بها يبقى هي كده اسمها مكتسبة بس أرقم 25 ده شباب أقربها الإجابة هتكون مكتسبة إلا لو هو يقصد بيها إن كل واحد الغشاء بتاعه أو النظرة بتاعتها تكون متنوعة عن الآخر ولكن أقربها هي تكون مكتسبة التي غذية بها الإنسان المجتمع نقلها إليها وغزي بيها نروح ليسوا الرقم 26 بيقول يلتق الفرد أو يتلقى الفرد ثقافته منذ نعومة أظفاره وخلال مسيرة حياتي طبعا هنا مكتسبة بامتياز عشان الفرد بيتلقاها من خلال المجتمع وفي السطر التاني بيقولك عن طريق الخبرات الشخصية المتعلمة يبقى إذن هي مكتسبة نروح ليسوا الرقم 27 بيقول يرى تيلور أن الثقافة تميز الإنسان عن غيره من الكائنات الأخرى وتجعله على رأس السلسلة التطورية كما أن الثقافة وحدها هي ما تؤهل الإنسان الفرد للدخول في الحياة طبعا هو بيتكلم هنا عن الإنسان الفرد يبقى أنا أختار وظيفة الثقافة بالنسبة للفرد نروح ليسوا الرقم 28 دول الإنسان يشكل علاقاته مع من حوله عبر مجموعة من المعارف والعلاقات خلي بالك مجموعة من المعارف والأفكار والعلاقات التي تكون غالبا ناتجة عن تجارب سابقة تنتقل هذه المعلومات والمعارف من جيل إلى آخر وتتوسع وتضيق أو يتم تصحيحه عبر وعاء الثقافة وهنا شباب بيتكلم عن رؤية أو وجهة نظر حول الثقافة لما قال هي مجموعة من المعارف إحنا عندنا الرؤية الأولى إن هو بيتكلم عن الثقافة كمعارفة والرؤية الثقافة كبناء من المفاهيم والرؤية الثالثة كبناء من المفاهيم يتوافق مع النشاط يبقى هنا بيتكلم عن الرؤى المتعلقة بالثقافة هننتقل لسؤال 29 يقول برنارد شو سامحه فهو يعتقد أن عادات قبيلته هي قوانين الطبيعة تشير المقولة السابقة إلى المفروض أنا بتكلم كده عن لو تكلمت عن قوانين يبقى أشكال الثقافة والثقافة كمان غير المادية ولو تكلمت عن مكونات الثقافة هتكلم عن الخصوصيات لأنه هو بيتكلم عن عادات قبيلة معينة ولكن هنا هختار أشكال الثقافة لأن القوانين غير ملموسة نروح للسؤال رقم 30 تحقيق وحدة التكامل بين جميع الأفراد اتفاقنا من الأول بيعمل قومية بيعمل وحدة بيعمل انتماء هي العموميات ننتقل لسؤال 31 سؤال 31 بيقول مجموعة من الأفكار برضو رايح في الصداق التعريف مجموعة من الأفكار والمعلومات والخبرات التي تنتشر في مجتمع ما بسبب التأييد الاجتماعي لها ويكون أساسها التراث تشير العبارة طبعا إلى مفهوم الثقافة لمفهوم الثقافة لأنه هو بيعرف لي إيه محتلات الثقافة وإيه هي الثقافة طلب الكرام لحد هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو المخصص للدرس التاني من الواحدة التانية يعني المجتمع ودرس الثقافة تمنى أنت لكم دايما مدوم التوفيق والإنجاز والتفاوق إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانطرج بسرعة على الفيديو رقم تلاتة واروح بسرعة في الواحدة دي واروح بسرعة لدرس العمل الحر والعمل التطوعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته